خانيني بس أخد نمبر ون عندي أسانة للجمهورجة يعني النهاردة بعتيت لك عشان خطرك وبالتالي هاخدها بس خانيني أخد بفقرة نمبر ون سريعنا كابتا مه أفضل لعب في زمالك الموسم ده كابت زيزو فتوح الوينش زيزو زيزو ماشي لعب تنصحه بالتجديد للزمالك أبو جبل طريق حامل بن شارع بن شارع هو أبو جبل ديني واحد بس كابتا بن شارع أبو جبل أفضل لعب في أهل الموسم ده حمد فتح السلية شريف السلية أفضل حارس في الدوري هذا الموسم الشنو أبو جبل اللي هانس لما الشنو كان في بداية الموسم إنما التلاتة دلوقتي المستوى بتحق متزابزل تلاتة تمام أفضل مدرب في الموسم ده موسمين يعلميه رحمة سامن أنا من وجهة ماظري للتنين الأخوار علي مار أو أحمد سامن ما نجيب واحد يعني يعلمنا شوية يطلع كوادر للمنتخب الأول حتى لو أجنابي ما عنديش مشكلة إنما مع كل الاحترام لهم طبعا ما فيه مدربين أحسب منهم يعني دول مشوا مشوا من الأندية بإقالة باستقالة بس المشوا فما ينفعش إن يترشحوا منتخب أولمبي الناس بتفكر إزاي لا هو أسمع مطروحة كبتل أنا أسمعت حاجة قبل ما يجي هنا أسمع مطروحة لا مطروحة يعني ما ينفعش دول مشوا دول ما يترحوش أنا أسمعت إن بيجيبوا دلوقتي الجهاز المعاون قبل ما يجيبوا المدير الفني هو مش مدير الفني ده مفروض هو اللي ييجي وقول أنا عايز فلان وعلانه بس في المنتخب الأولمبي بيجيبوا دلوقتي الجهاز المعاون ولسه يجيبوا الجهاز إزاي يعني طب تمام عندي أسئلة ليك كابتن من بعض المحبين البريمو ياسر أحمل بيقولك الجليء إلدى عبدالقل بصراحة شايف منتخب مصر حظوظه إيه مع أهاب جلال من وجهة نظرك لا ما نشوف الملعب يعني لغاية دلوقتي الدنيا زبابية بس ما نشوف الملعب يمكن ربنا ينفع في صورته ويعمل حاجة مع حدش يتوقعها يعني بس نشوف الأول الاختياراته ثم كرته ثم نتائجه وبعد كده نحن نقول طيب عمر بيقولي يا كابتن ليه كرة المصرية بيقولك ليه كابتن كرة المصرية بعيدة عن الكرة الأسوية القصد في المستوى الأسوية الأسوية والعالمية طب من وجهة نظره كم مع توفر جميع الأنواع الإمكانات الموجودة في الكرة المصرية هل أنت شايف أن وإحنا بعيد يعني الكرة أسوية بعيد لسبب الأندال أسوية بعيد لسبب لأنك أنت ما بتجيبش المدربين اللي هم يعلموك ويبدأوا يعملوا البصمة ينقلوك من حتة لحتة فأنت بتجيب أقل مدرب ويجي يشتغل وإنت تعمل له الحصانة وبعد كده نتفاجئ خد شنطته ومشي فأنت ما بتجيبش مدربين على مستوى مصر على مستوى اسم مصر هاكل لها يا سيد أحمد أحمد طيب رامي محمد محمود كانت بيقولك ليه كابت الرضا ما بتتدربش وبرغم أنت ما بتتدربش بس أنت بتنتخد الفرق كلها وبيسألك لو أنت دربت إزا ما لك توصل بيوم لإيه طيب قوله هو شاف كورت الأول يعني هو شاف لعبي اه هو ما بتدربش دلوقتي مع عشان العملية اه تخلاصك كابت الرضا بفكرة التدريب دي يعني بعد سنة بقى لو ربنا دينا الأمر تهدى الدنيا اه يعني في حاجات كتيرة قوي ما بعملهاش طيب لو دربت زمانك هو بسألك كابتن توصلهم بإيه يعني هيبقى أحسن فريف أفريكا عايزي تاني تمام مش هقولك بطولات بقى هيبقى أحسن فريف أفريكا طيب واضح أن عبدو محسن من أسوان بقولك كابتن أسوان في الممتاز دلوقتي تعرفت أسوان بروح ليا واصلوا ببارك لهم طبعا وصولهم للدور الممتاز بيقولك أسوان فريف الممتاز توافق كابتن لو تبقى مدير فني لو حد تواصل معك من أسوان توافق؟ لأ ما أنا قلت لك العملية لأ ما أنا جالي أقود الفترة اللي فاتت الفترة اللي فاتت؟ ها والله وبرى مصر خلي بالي ها والله وعندها محترمة في الأردن وفي السعودية وبيسألك ليه؟ مصر هو يعني بسألك ليه؟ مصر ما بيعابش دين المباراة في الدور الممتاز المصري عشان مش ما عندوش مبدأ العدالة لأنه وحاطت أن يلعب مكسوني وبيرسي تاو على أي حد هو لو بيعدل هتبقى اللعيبة في حتة تانية وبعدين في مشكلة دلوقتي الفترة الأخيرة فاروق أن بيطلع بيهاجم اللعيبة بتاعته دي جديدة في الكرة المصرية وما كانتش موجودة أن يطلع يقولك وأنا اللي هنزل أجيب جمه شريف لعب وما جابش وحسام حسن لعب وما جابش المفروض إن المدير فني ما قولش يطبطب على اللعيبة إنما ما يطلعش كده على الملأ ويقعد يقول تصريحات طب إنت بعد التصريح ده هتستنى إيه من شريف ولا من حسام حسن تمام آخر سؤالة كابتن لو تعرض عليك تدريب ده من محمد نور الأهل إيه أو الزمالك تختار مين تدربه؟ الأهل عمر ما هيفكر إن أنا يروح لو تعرضك ماش هتعرض إن كيس لا 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 مش هتعرض الفرع اللي تخليك إنت تقدر تطلع إمكانياتك الزمالك هذا طبعا طبعا